قال أو بالتحيل على قلب الدين قلب الدين وهو نقله من ذمة إلى ذمة قلب الدين نقله من ذمة إلى ذمة هو شراء الدين شراء الدين شراء الدين محرم سنشتري الدين لأنه يشتريه بأقل يشتريه بأقل بيع الدين بالدين وراء فيه حديث أنها عن بيع الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين هذه الصورة أن إنسان له دين على شخص ولا يستطيع أن يأخذه منه أو لا يريد أن ينتظر لا يريد أن ينتظر فيقول له فلان تشتري مني الدين قال على من قال على فلان يعني بالكاد كل ثلاثة شهور يعطيني مية أو ميتين وحيانا يفوت أو هو ملتزم لكن أنا ما أستطيع أن تضر كل هذه المدة فيقول طيب أنا إيش أستفيد ماذا أستفيد أبي أستفيد أنا ماذا أستفيد قال الدين كله عشرة آلاف أعطني سبعة واصبر على العشرة أنت تشتر مني الدين بسبعة نقدا وأنت تصبر على عشرة هذا هو شراء الدين هذا شراء الدين فإذن هنا هذا مستفيد اللي أخذ السبعة ما انتظر هذه المدة والذي انتظر واشتر مستفيد دفع سبعة وأخذ مقابلها عشرة لكنه في النهاية فيه نوع من القمار فيه نوع من القمار لأن هذا دين قد يسلم قد لا يسلم يعني في علم الغيب فالمهم أن هذا محرم ممنوع نعم